طيب من الكلام دواتنا لمرحلة تدريب محتاجين بقى الفترة الجاية دراسات مع الاتحاد الافريقي اللايسنز انت عارف بقى الرخص تدريبية مهمة جدا للفترة الجاية شكرا طبعا بص لازم هتبدأ تدريب لازم تبدأ صح ولازم تتعلم مش عيب او اي مجال انت بتاخده محمد لازم تتعلم فيه اذا كان اعلام اذا كان تدريب اذا كان ادارة فلازم ما فيش حاجة تطلع كده في يوم الليلة تقول انا مهما كان انت اسمك وتاريخك اه بس لازم تتعلم فاكيد الحمد لله ممكن بدأت لسه بعد ما بطلت على طول ممكن بدأت في دايموند تدريب مع كابت حسن مصطفى ممكن حصل حبة اخفاك كده في الاول ولسه لحد الوقت يعني موجود لسه ما فيش جديد يعني طب ايه اللي عايز تحققه كمدرب ومحققته شو انت لها اللي عايز احققه مدرب ان انا ان شاء الله يعني ابقى مثلا مدرب كويس قوي اخد بطلات وحلم ان شاء الله في يوم من الايام ان انا اجتهد لو امسك ان شاء الله نادل اهلي في يوم من الايام باذن الله باذن الله مرحلة من المراحل ممكن تشتغل في القطاعات تبدأ من المراحل السنية تتساعد شوية شوية لغاية فوق بالزبط اكيد نفس في داوقت وحتى لو ما جاتش في قطاع الناشئين ممكن ان انا بوصة شوية محمد حابب الفريق كبير شوية يعني حابب عفرط مثلا حابب الجزء اللي هو الولاد الصغيرين ان هو يبدأ واحدة واحدة معاهم من تحت ويأسس ممكن انا حابب لا حابب الفريق اول بالزبط حابب الفريق اول على طول فممكن زي ما انت بتتكلم كده الواحد ياخد خبرات اذا كان لو في الاهل ممكن ان انت تبقى مثلا مدير فن في فرقة تحت لحد ما ربنا يكرمك وتطلع واحدة احد زي ما الكابتن سامي ومصون كده الرجل ما شاء الله كسب خبرات وموجود لاما لو ما فيش نصيب طبعا هتشتغل برة ونفس اللي انا مقدرتش يحققه اللي هو كاعمل تاريخ واسم وطبعا الحمد لله كبطولات الحمد لله اخدت بطولات مع النادي الاهلي لكن على المستوى الشخصي في التدريب نفس ان انا يبقى لي بطولات وقدر اعمل حاجة تفيد منتخب باسم الله انا عايز اقول لك مفاجئة يمكن المدرب الفرنسي الكسندر لافيت المدير الفن الفريق استاد ابيتجان اللي هي لعب الاهلي السلساء بعد القادم عن 27 سنة خلاص اللي هو بس للأسف بس خلنينا بقى نتكلم كلام منطقة شوية هنا حتة الإدارات برضو في مصر بقى لسا لعب ما فيش خبرات مدرب ما فيش خبرات لا لسا شوية يا جماعة خلاص زي ما انت بتتكلم خلاص في العالم حتى كله دلوقتي اللي عابة خلاص اللي بقى تبطل بتاخد الدراسات بتاعتها يا محمد والشهادات وتبدأ خلاص تمسك تيروينريكا مسك منتخب فرنسا الأولمبي ورعب منتخب مصر في الألعاب الأولمبي بالزبط وغيره وغيره ناس كتير يعني خلاص انت بتبطل خلاص بتمسك الفريق وبتشتغل معاه وتلاقي خلاص لكن حتة ان احنا دلوقتي بس في مشكلة عندنا في مصر للأسف يا محمد احنا بنستعجل قوي على التغيير يعني يا بنستعجل قوي يا بنصبر قوي ما فيش عارف حتة الوسطية فدي انا بشوفها فيه الاهل الوحيد اللي عنده الحتة دي عنده توقيت التغيير اكتر نادف مصر من وجهة نظري عنده توقيت النواة امتى توقيت النواة غير فيه